أذهب إلى شرم الشيخ واز منا إبراهيم عزة إبراهيم يمكن إحنا شفنا طبعا الجولة التفاقدية للرئيس سيسي وتابعناها وتابعنا شرح مفصل لكن بالتأكيد أنت عندك معلومات توضحها لنا أكثر من داخل جامعة الملك سلمان ما جاش يا رانيسا طيب إبراهيم يبدو أنه إبراهيم لم يسمع السؤال ولم يسمعني وتعذر الوصول إليه إذن مازلنا في هذه التعطية الإخبارية مشاهدين الكرام نصلت الضوء على ما تم افتتاحه اليوم من عدد من المشروعات المهمة أبرزها جامعة الملك سلمان واللي تم افتتاحها طبعا افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء وتحدثنا عن هذه الجامعة بمزيد من التفاصيل وقلنا أنه هذه الجامعة بتضم عشرة كليات في مختلف التخصصات وهذه الجامعة لها ثلاثة أفرع فرع في الطور وفرع في رأس سدر وفرع أيضا في شرم الشيخ كل فرع من هذه الأفرع بيشمل عدد من الكليات متفقة مع هذه المدينة إبراهيم عاد إلينا مرة أخرى إبراهيم إذا كنت تسمعني لك الكلمة طبعا معك الكلمة تصف لنا الصورة والتفاصيل والمعلومات من داخل الجامعة شكرا جزيلا لك إيمان يعني هكذا كما تبعنا قبل قليل افتتاح السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان هنا في مدينة شرم الشيخ وعدد من المشروعات وكاميرا إكسرا نيوز من قلب جامعة الملك سلمان عقب افتتاحها مباشرة وهذه الصور الأولى والحية التي تأتيكم مباشرة مشاهدين الكرام وتحديدا هذا المبنى هو مخصص لكلية الألسن واللغات التطبيقية هي إحدى الكليات المتواجدة هنا في جامعة الملك سلمان وقبل قليل في الافتتاح الخاص الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب الرئيس بالوفد السعودي أيضا الذي ترأسه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز السعود أمير منطقة تابوك الذي جاء إلى هنا كي يشهد هذه الافتتاحات الخاصة بهذه الجامعة وربما أيضا نستعرض معكم مشاهدين الكرام في هذه اللقطات الخاصة لهذه الجامعة التي تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولادات متقدمة لدى الدولة طيب هو يبدو أنه في مشكلة في التواصل مع إبراهيم لكن على أي حال أنا بشكرك جزيل الشكر إبراهيم عزة مراسل أكسترا نيوز من داخل جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز وأيضا الشكر الموصول